في هذه المحاضرة سنعرف كيف نستطيع أن نسوي البلبيشن للبونز من السيرفيس أو من السيرفيس أو من السيرفيس أو من السيرفيس مساء النرشبة وبناة كل القاسي교 무대ام اليوم محاضرة ستكون باستمرار الإ Regent's of Homeland مثل ما قاعد نرى في هذه المحاضرة لن نتعرف بشكل كامل ستكون هذه المحاضرة بداية للسيرفس الاناتومي لأن السيرفس الاناتومي يعتبر من الفيزيكا بجزء من الفيزيكا فأنا لازم أتعرف مفاهيم معين لازم أتعرفها بشكل براكتس لا أقدر أتعرف عليها مجرد أن أرى فيديو لأنه لازم أمارس لازم أمارس لازم أكون دكتور لكون في الراسي حتى أتعرف لازم أمارس العملية للسيرفس الاناتومية بهذه الطريق الآن سنتعرف بأن ممارس الاناتومية وجهة نظر الاناتومية وجهة نظر الاناتومية سضع الاناتومية على الاناتومية بشكل كامل الاناتومية بعض الأمار كأشخص بشكل كامل من خلال المحاضرات ستكون الرابط أسفل سوف أصبح مقترحاً هنا سوف نرى كل المحاضرات عن الابرلم التي تم تسجيلها حتى الآن عن الابرلم ففي هذه المحاضرة التي سنتعرف عليها مجرد بداية نحتاجها بالبراكتس بهذا المعنى الآن نأخذ جنرال ايديا كجنرال ايديا يقول انه ممكن تقدم بالبراكتس يعني انه مثلا عندي الالنا كمثال انه اقدر اتحسسه من داية النهايته عندي الكلافكال مثل ما راح اشوف اشوف اتحسسه من داية النهايته بشكل كامل تقريبا فهذه الاعظام انا اقدر اتحسسها واقدر افهم نقاط من البالبيشن من هاء انه ممكن ان يكون عندي دستوكيشن ممكن ان يكون عندي فركتر ممكن ان يكون عندي مالفرنيشن فكل هذه الامور ايدي راح اتعرفها او اقدر اعرفها لما اعرف انه شنو السيجمينز الي اقدر اصبح نسبتنا ولي ما اقدر اسوهم بالفيشن فهي النقطة هي الانقيام اللي ممكن تجيني من معرفتي للسرفس انوتومي للبونز وطبعا بعد شوية براكتس راح نقدر نعرف كل هاي الامور هل عندي دستوكيشن هل عندي فركتور هل عندي مالفورميشن بهذا المعنى دون نحتاج انه يعني اكو شغلط ما احتاج بها انه اطلب اكس راي انه مجرد انه معرفتي هاي الامور البسيطة ممكن اشوف اكو دستوكيشن اكو فركتور اكو مالفورميشن بهذا المعنى هاي الاشياء اللي راح نتعرفها من خلال هذا الفيديو طبعا مثل ما قاعد نشوف بهذه الصورة اندي هذه الاشياء واللون الاخضر يعني فيما معناتها انه الاجزاء اللي اكتر اسوي لها بهذا المعنى هذه الصورة الى حد ما واقعية اكثر يعني اه شرر نقول انه تمثيلها على جسم واقعي هذه منها اللي على جهة اه ما ارش راح تطلعتكم اللي بالنص صايرة اوكي اللي على جهة المسابة النسبة الي اقرب الي اوكي اللي هي راح تكون البوستيرير اوكي البوستيرير اسبكت واللي راح تكون بعيدة عليها هي الانتيرير اسبكت اوف ذا بادي بهذا المعنى نتعرف خلال المحاضرة شنو التفاصيل اللي نحتاجهن نبدأ ندرس السيرفز اناتومي لأول عظمة وهي الكلافيكل الكلافيكل بون اه طبعا مثل ما قاعد نشوف هذا الاخضر مثل ما شفنا قبل شوية هذا الاخضر هو الشيء البالبابل من البونز او الجزء البارت البابل من البونز طيب ادنا طبعا هذه الكلافيكل نشوف انه الكلافيكل على طولها احنا ممكن نسوي لها بالبيشن اعرفنا طبعا انه الميديال 2 ثيرد من الكلافيكل راح يكون كونفيكس واللاترال 1 ثيرد راح يكون كونكيف فعرفنا احنا طبعا هذا الشيء من من درسنا الكلافيكل بشكل الى حد ما قلت كل الديتاز اللي ادنا كطلاب عن الكلافيكل احنا اخذناه مبدعيا احنا قدناه من الاسترن الاند أو الميديال اند الكلافيكل راح يكون امặnn عن المانوبريم اللي هو جزء من الاسترنام وايضا هو راح يكون elevate عادة يكون من الأكورميال اند، واحيانا هيكون بنفس مستوى الأكورميال اند ولكن theoryletack فليش دعا اقول هذا الكلام او شنه half part لأنه عرفت أن الأكروميون مرتفع شوية عن الأكروميون وعن المنوبريم إذا مثلا حصل عندي بسبب أنه مثلا تمزق أحد الأربضة ممكن يصير تمزق أحد الأربضة ممكن يصير عندي أي أبنورماليتيز مثل ما تحدثنا بالدات المحاضرة فمن هذه الأبنورماليتيز أو إذا مثلا كان بشكل يعني ما كان أبنورماليتيز يعني أعرف أنه أبنورماليتيز هذه الفكرة من الموضوع طيب قدنا طبعا هنا ما بين two clavicles رح يكون طبعا هاي هي jugular notch فمن هذه الصورة اللي يريد أن أعرفها أنه مجرد أنه هذا superior border of the clavicle هو الجزء البالبابل من el clavicle فهذه jugular notch هذي superior border of the clavicle وعندنا طبعا الأكرومية clavicular joint AC joint طيب بهذه طبعا هذه الصورة هذا جسم واقعي وهذه الصورة تمثل شكله شون رح يكون فنشوف أنه هذه الأكرومية نشوفه شوية elevated عن الأكرومية فهذه مجرد صورة أخرى يعني ستنفعكم بهذه الصورة اللي يريد أن نتعرف عليه مجرد أنه جوكولر نوتش اللي هي هاي طبعا قبل أن نشوف جوكولر نوتش لازم نشوف اللي clavicle هنا بالضبط ونشوف أنه هذه العظمة ثم نبين أوكي هذه العظمة هي clavicle وهذه أيضا هي clavicle هذه هي external end of the clavicle فهي عدي external end of two clavicles رح تطيني الجوكولر نوتش الجوكولر نوتش اللي هي رح تكون مع بين two ends to external ends of the clavicle نبدأ بالسكابيولة السكابيولة طبعا كلنا نعرف أنه السكابيولة أو صر لنا نعرف الاسكابيولة عنده three angles هنا رح نشوف شنو الangles اللي هي palpable والangles اللي ما مو palpable طبعا ال lateral angle عندي مو palpable يعني ما أقدر أتمسها ما أقدر سويلها palpation بينما عندي الوحيدة هي inferior angle superior angle مو palpable يعني ما أقدر أسويلها palpation إلا deep يعني وهي ما رح تكون بالنهاية subcutaneous يعني هنا مثلا أدنى clovical subcutaneous يعني مباشرة تحت الجلد فاندي طبعا هذا أيضا subcutaneous إلى حد ما فأقدر أني أسوي له palpation يعني أسهل من البقية طبعا بالسكابيولة أول شغلة أدنى لازم نعرفها أنه الأكروميون of the scavula الأكروميون of the scavula اللي هو هذا الجزء اللي صاير بنهاية the spine أوكي laterally فأدنا هذا الأكروميون الأكروميون عنده posterior border وعنده lateral border بالposterior border والlateral border سيكون أني عندي الأكروميال أنجل أكروميال أنجل أكروميال أنجل بهذا المعنى أيضا عندي الكوركويد بروسس of the scavula مثل ما قاعد نشوف هذه الكوركويد بروسس وبقى شوية رح نعرف عليها معلومة إلى حد ما لطيفة فهذه الكوركويد بروسس طبعا نأدي هذه الكريست of the spine ببساطة هذه الكريست of the spine طبعا the spine palpable اتفاقنا أنه كل شيء أخطر يعني palpable طبعا نأدي the medial border or the vertebral border of the scavula تكون palpable من root of the spinal or scavular spine إلى الأسفل يعني مننا إلى الأسفل تكون palpable وأكيد يعني the inferior angle رح تكون أيضا palpable الصورة الأخرى اللي هي لطيفة أنه نعرفها طبعا عندي هذه هذه كلهم thoracic vertebra عندي هذه the spine أوكي let's call the spine of the scavula عندي هذه the superior angle وهذه the T2 اللي هي the vertebral thoracic number two هذه one هذه two المعلومة اللطيفة هنا أنه the superior angle of the scavula تكون at the level of T2 اللي هي thoracic أو مثل ما قاعد اللاحظ أنه هذه T3 فهو ما صير على level بالضبط مع T3 شوية نازل شوية نازل وهو طبعا درست أكثر عن الموضوع أكو أنه variations أكو أحيانا الاسكابيولا لا يأخذ بالضبط بالضبط بالanatomical position ولكن إذا كان بالanatomical position فهو رح يكون at level 3 at T3 وممكن شوية يكون نازل بحيث يكون at T4 يعني ما بين T3 و T4 هذا اللي قاعد المصدر أو مصدر آخر يعني advanced أكثر من مور طيب عدنا inferior angle الانفيريور angle وراح تكون عد تكون at T7 at the level of 7th thoracic vertebra طيب هذه الانفيريور angle أيضا حتى يعني نعرف مكانها بالضبط أكثر رح تكون at the border of the seventh ribs أو تكون ما بين الانتر vertebral ال seventh inter vertebral أو الانتر costal space أوكي انتر costal space هنا طبعا مثل ما قلت أنه أكو variations فهو يعني تبلش من border of the seventh rib إلى الانتر costal space of the seventh rib بهذا المعنى يعني هذه كل المعلومات اللي محتاجين نعرفها عن موقع السكابيولا بالضبط أيضا من المعلومات اللطيفة أنه قدنا هذه الأكروم يعني لو لاحظ أنه قاعد ترتفع لأعلى مستوى بالثوركس أوكي بالثوركس حتى توصل إلى T1 مثل ما قاعد نشوف ولكن هذه المعلومات يعني أنه مرح كل ما استفاد منها لأنه ستكون بعيدة عن الذرة عن الفيرتبرا إحنا هذه المعلومات يعني هذه السكابيولا إحنا نحتاج أحيانا يعني حتى نحدد الفيرتبرا الفيرتبرا وين بالضبط بهذا المعنى ولكن هذه ستكون بعيدة لهذا السبب أنه ممركز كش مصدر عليه طيب أدنى طبعا هذا صورة أخرى عن السكابيولا هذا الأكروميون وهذه الأكروميون مثل ما قاعد نشوف أدنى طبعا نشوف أنه دائما لازم نركز أنه الأكروميون يكون يعني أو يكون يعني أنصة بهذا المعنى أنصة من الكلافيكل هاي المعلومات اللي قاعد أركز لها لأنه بعدين بالأكس راح تكون صعبة أنه يعني نفهمها هلازم نكون يعني جدا واضحين بمعلومات لازم تكون متأكدين من معلومات حتى نقدر نقرأ الأكس راي بسهولة لأنه ممكن مثلا أنا أعتبر أنها عظمة كلها كاملة وأعتبر هذا ممكن ببساطة هذاني معرف هاي التفاصيل طيب عندي طبعا هذا الأكروميون الأكروميون بالأكس راي يعني طبعا هنا هو 3D بالأكس راي راح يكون 2D فلازم نعرف موقعها بالضبط أنه هو تحت الكلافيكل مباشرة تحت الأكروميون فهذا الشيء مهم طيب أدنا طبعا هذه طريقة لطيفة أنه هذا أنا مثل ما قلت بداية المحاضرة أنه هاي المحاضرة ما راح تكون بتفاصيل كثير عن لأنه يعني قلت أنه هاي الأمور أو هاي المحاضرة أساسا بداية تكملتها بال يعني هذه المحاضرة هي بشكل أساسي ولكن تبلج منها طيب مثل ما قاعد نشوف أنه هذا أصبع راح يخلي على وطبعا هذه راح يكون على هذه هاي المعلومة راح نعرف إن شاء الله بالمستقبل أكثر ولكن أدي أو تريانجل سوري تريانجل اللي هو الكلافي بكترال تريانجل أو دلتو بكترال تريانجل هذا شون بضبط تريانجل راح يكون ما بين البكترال و الدلتو موسيز فهذا التريانجل راح يكون موجود بالكاركويد أوكي نحن نقدر نسوي البلبيش للكاركويد من خلال هذا أو يعني بهذا المعنى هذه المعلومة يعني أنه لطيفنا أروفها هس و راح نتعرف عليها أكثر إن شاء الله بالمستقبل أدنا طبعا الهيوميروس الهيوميروس ما عندي كثير من التفاصيل عنه مجرد طبعا بال يعني بال مع التفاصيل لطيفة طبعا الأكرامي المثل ما شفنا بالصورة اللي قبلها أنه مغضى الهيوميروس مغضى تماما تقريبا تماما بال دلتويد أوكي دلتويد مصل بهذا المعنى فالهد كل مغضى تقريبا لأنه شوية طلبنا طيب فبهذا الطريقة أنه أنا هو يعني ببساطة هو مصب ولكن ممكن أسوي بلبيشن أوكي ممكن أسوي بلبيشن بطريقة معينة نتعلمها يجب أن أضغط لأنها مثل ما قلت تصير على تحت الدلتا لمصر وإذا كان شخص يعني عند عضلات يعني تقريبا ما رح تختفي بهذا المعنى هاي 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 محتاجين نعرف ما هاي محتاجين نعرف اكثر صفر اتوضح هذه وهذه وهذه المعنى 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 عندي طبعا هاي النقطة هنانا اللي هي مباشرة انفيريور just انفيريور to the insertion of the دلتا اوكي بهذا المعنى فهذه المنطقة ايضا ممكن نسولها بالبيشن يعني يعني منطقة تقريبا ما بيها يعني قليل السمك الموجود حولها قليل فممكن نسولها بالبيشن طبعا هذه ال دستل end of the of the هيميروس طبعا ادي medial اوكي medial وال lateral apicondi اهنان الشيء اللطيف انه احنا طبعا من الاشياء الشائعة من يصر عندي مثلا injury انه ينكسر عندي medial apicondi خلفها رح يكون عندي ulnar nerve اوكي ulnar nerve رح يكون خلف مباشرة لهذا السبب انه كسر بيها ممكن يسوي injury للنرف لهذا السبب هي مهمة انه نعرف مكانها نسوي لها flexion لل forearm رح نشوف ها بطريقة اوضح هذا كل شيء تقريبا عن humorous ما عدا هذا بقى اخر شيء طبعا مثل ما قاعد نشوف انه هذا عندي lateral apicondi medial apicondi lateral وهاي كل التفاصيل اللي محتاجيها محتاجي ان نعرفها عن humerus هذه ايضا صورة يعني عنه humerus ننتقل الى forearm and hand اوكي طيب ادنا طبعا ال forearm ادنا two bones of forearm اللي هي ulnar ulna و radius ulna اقدر اتحسس من posterior border posterior posterior mal ulna probable at its length يعني على طولها هي probable ulna ف مثل ما قاعد نشوف طبعا اكثر شيء prominent اللي هو هذا هاي ulna process هي اكثر شيء اللي هي طبعا راح يعني تمثل هذه يعني سلو نتلمس اسفل elbow or posterior of elbow joint راح نشوف انه هي هاي الاضمة البرومين اللي هي ulna process ننزل طبعا على طول ال forearm احنا عدنا هاي كل هالمنطقة papable وب subcutaneous ف نلاحظ انه هذه head of the alna وطبعا ال process ايضا موجودة نقدر نتحسسها من posterior ومن medial aspect بهذا المعنى ايضا شوية من anterior aspect شوية مهوي يعني نقدر نقول شوية كلش او كmedial يعني ما اعتقد صعبة انه نتحسسها من anterior ولكن هي medial و posterior ولكن اذا deep deep palpation ممكن نتحسسها لانه اكو wide structure طبعا هنا موجودة هنتعرف عليها خلال المحاضرات اما عندي radius radial head احنا رح نقدر نتحسسها بسهولة يعني لحد ما لانه احنا نستطيع subpronation و subpronation فبحركة اليد ببساطة انه رح نقدر نتعرف على head of the radius او radial head ولكن هو ببساطة انه distal to the lateral apicondi فهذا الشي رح يساعد مجرد نتلمس الapicondi رح منه ايضا عندي distal end of the radius بها عندي طبعا ال style process او radial style process هذه ال style process رح تكون palpable مثل ما قاعد نشوف اهن او lateral aspect وشوية يعني من الانتيرير شوية و او lateral aspect وايضا من البستير واي قادي اهن الاناتوميكال snuff بوكس هذا الشي رح نتعرف عنه ان شاء الله يعني خلال محاضرات الجاية اللي هي محاضرات الهاند رح نتعرف هذا عنه شنو هو الاناتوميكال snuff بوكس و رح نعرف انه الاناتوميكال الاناتوميكال snuff بوكس رح نشوف ال styroid process of the radius طيب ادنا طبعا بالهاند مثل ما قاعد نشوف انه هذه اعظام الهاند اوكي طبعا نبلش اول شي بالرست الرست مثل ما قاعد نشوف اندي هذه tubercle of scaphoid هنا اللطيف بالموضوع انه عندي هنا هذا طبعا رح يمر الكربال tunnel فحتى يمر الكربال tunnel هو فعلا رح يكون كتنل فهنان عندي هذا scaphoid رح يكون اكو process او رح يكون tubercle الى وعندي طبعا هذه trapezium رح يكون اكو process او رح يكون اكو tuber يعني اكو شي prominent فبالنهاية انه رح يكون هنان هاي المنطقة elevated اوكي bony elevation ايضا ادي هنان البزي form اوكي البزي form انا قدر تحسس من palmar aspect ومن dorsal aspect مثل ما قاعد نشوف هنا just inferior to the or distal to the alna بهذا المعنى فنقدر احنا رح يكون طبعا هذا prominent وعندي ايضا ال hook of hamate فهذا يعني هذان الارتفاءات رح تكون هنا شي منخفض اللي هو طبعا رح يكون لي ومن رح تمر ومن اتمر فرح يكون هذا طبعا رج ب structure يعني هو من الدرسل aspect رح نشوف ان ال capitate prominent رح يكون يعني اقدر اسو البالباشن وعندي طبعا هذه الفلانجيز of thump وايضا المتاكاربال المتاكاربال bone of the thump وتقريبا كل المتاكاربال ان هن probable رح يكون طبعا at the distal end اوكي probable اكثر والفلانجيز رح يكون البابابال مع بعد distal one اللي رح تكون يعني مكلابال فقط base مع مثل ما قاعد نشوف بهذا المعنى طبعا عندي هذه صورة اخرى ايضا توضح لي مثل ما قاعد نشوف هذه القاعد تقريبا الزفو اللي اقدر اسوي ال البابابال مبدأ هله الفلانجيز والمتاكاربال باونز كل هن نقدر نسوي لهم عندي هذه المعلومة اللطيفة الآن أنه مثل ما قاعد نشوف هذه الألقناة وهذه الميديا وهذه اللاترال فذني كل هن من أسوي الآن يعني أسوي للفورام راح نشوف أنه كل هن راح يصير بنفس فهذا الشي لطيف أنه راح يساعدنا بأنه نندل مكان بالضبط بينما إذا لا إذا أني سوي للفورام فمثل ما قاعد أشوف أنه راح تسوي هذا الترائنجل اللي راح يكون ترائنجل متساوي لأدلاء بهذا المعنى راح تكون عندي هذا يعني هاي الميديا وهذه اللاترال وهذه مثل ما قاعد نشوف بهذه التفاصيل اللطيفة هنا أنا شابه وبنات انتهت عندي المحاورة أتمنى ما ضاولت عليكم معرفة يعني غالبا راح يكون هذه المحاضرة نصف ساعة مو أكثر طبعا بهذه المحاضرة احدى السلحة الآن اللي عرفنا شنو راجعنا شوية أبرلم وفي نفس الوقت عرفنا اللي ممكن أسوي لها بالباشن هذه المحاضرة مثل ما قلت بداية الفيديو ما تقعد انه يعني خلاص انه انت عرفت تدرسة تسوي لا انه لازم يكون اكو براكتس لازم يكون اكو بعد اندي معلومات كتب مصادر تدرسي الاناتومي يطيق يعني الفكرة يطيق انه شون تعرف يعني تعرف ولكن اكو كتب اللي هي يعني مختصة بالجنوب راح تعرفك شون تعرف يعني هاي المحاضرة بدايتها هنا وتكملتها بالكلينيكو هاي كل الفكرة اللي اريد اوصلها اذا اعجبك الفيديو اضغط لايك واذا اكو شيء رأي عندك سؤال اكتب لي بالكومنت او ترسلي مشكلة على التليجرام نتق ان شاء الله بفيديو اخر